أعيش سألك الحاجة بعيد بقى عن تفاصيل ما حدث وقتها بس شغلك في قناة الزمالك ما خلاكش تقلق شوية أنا عمال أبني فكرة الحياة أبني فكرة الحياة وأبني أنا أنا الإعلامي بتاع كل جماهير الكرة في مصر شغلك في نادي الزمالك أو قرارك في الشغل في نادي الزمالك ما خلاكش تقلق شوية أنه نفقد الحتة دي بص أنا فيه كلام ممكن معرفش أقوله بالجامل لا 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 أتقلق بتاك مش نادي التفاصيل كله أنا ما كنتش عايزة بقى موجود في قناة الزمالك بس كان ساعتها تطلب مني أنه أنا كن موجود في قناة الزمالك لأسباب نهدي الأمور فيه دوء أنا كنت شغال هنا في قناة الأولى برضو برنامج كرة كل يوم وبعدين كان القناة الزمالك لسه هتطلع فكانوا عايزين مزيع زملكاوي بس يكون هادي شوية عشان كان الدنيا سخنة أنا وكابتن خاد الغندور كانت خاد الغندور ثلاثة يام وأنا ثلاثة يام أو ربعة يام يعني تبادل فأنا بصراحة أنا كنت حابب الخط اللي أنا مشي فيه اللي أنا في قناة عامة بس كان يعني فيه طلب وما قدرش أرفضه من شخصيات معينة إن أنا أكون في قناة الزمالك لأسباب لتهديئة الأوضاع وإن القناة تبقى فيها توازن بقاش فيها عصبية وكده بس أنا ما ننجحتش في القناة الزمالك إن أنا ما عرفتش أعمل السياسة بتاعت النادي اللي طلبت مني ساعتها لو أنا عايزة أمشي في اللاين اللاين ده مش هو اللاين النادي أنا عايزة أمشي يعني أعملت الكارسة في قناة الزمالك يعني كان ماشي أهلي وبيرامدس وكان الأهلي جاب جون وكان فيه اعتراضات على الجون ده إن الكرة مش جون وكده وأنا طلقت قلت جون أصلاً أهل جون اللي جاب الأهلي في قناة العامة هتقول كده ما أنا نشي وجهة نظرة حتى لو أنا في قناة الزمالك وأنا شايف حاجة صحيح مش عشان أنا أهلاوي ولا زي ما الناس قالت ولا بس أنا عشان وفي حد قال أنت أهلاوي؟ لا أهلاس كتير فعلا؟ قالك ده كريم أهلاوي دي مفاجأة أهلاوي مفاجأة غريبة مش عايزة أقول مين؟ يعني كان الناس بتاتهمني بكده يعني بس أنا ما متفرقش معنا الحاجات دي اللي أنا أدام أنا براعي ربنا وبيقول اللي أنا شايفه ما مش متفرق ما بزعلش يعني